معركة أخرى تتأجج بشأن الأزمة الأوكرانية لكن رحاها هذه المرة تدور في أروقة الأمم المتحدة فمساعي الغربي لعزل روسيا عن الساحة الدولية تجلت في عزلها داخل قاعة المنظمة الأممية أيضا بنسب تأييد دبلوماسية ضئيلة لموسكو بإجماع وصفه الغرب بالتاريخي تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا يطالب روسيا بإنهاء فوري لعملياتها العسكرية في أوكرانيا خطوة سبقتها تحركات أممية عدة لردع روسيا فقد تبنت الجمعية قرارا مماثلا أوائل الشهر الجاري أيدته غالبية الدول أيضا ويظهر القراران استفافا دوليا كبيرا ضد العملية الروسية بعد تصويت نحو 140 دولة لصالحهما من أصل 193 لكن ذلك لا يعني أنه ليس لروسيا بعض الأصدقاء وهو من عكس في معارضة كوريا الشمالية وبيلاروسيا وإيرتريا وسوريا للقرارين أما الحياد فكان موقف دول أخرى من الأزمة خلال عمليات التصويت على رأسها الصين والهند ألتان طالته منتقادات غربية بهذا الصدد مجلس الأمن الدولي كان شاهدا على إخفاق روسي آخر برفضه تمرير مشروع قرار لموسكو بشأن الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا فالقرار لم يحظى سوى بتأييد دولة واحدة بجانب روسيا وهي الصين من إجمالي أعضاء المجلس الخمسة عشر فيما خاضت الولايات المتحدة وروسيا حربا كلامية خلال جلسة مناقشة القرار وقد أعرب مندوب موسكو عن أسفه لعدم تمريره لترد مندوبة واشنطن لدى المجلس بأن التصويت يظهر فشل موسكو في إخفاء الحقائق وذهب أعضاء آخرون إلى إبداء استغرابهم من تقدم روسيا بمشروع قرار لمعالجة الوضع الإنساني وهي نفسها من تسبب في الكارثة الإنسانية التي تعيشها أوكرانيا